أنا أشكرك أستاذ أحمد على استضافتي بهذه القناة العراقية 24 أول شيء أنا هاي ثالث مرة أتهمش كمدير منتخب أول تهميش إلي من رجع المنتخب من بطولة غرب آسيا كان وزير عدنان درجال بوكته دعانا إلى عشاء بعد غرب آسيا نعم في بيته نعم في بيته بالخضراء فأجي أمر ممنوع سزينه تروح ويا الوفد فأتهمش هذا أول تهميش ثاني تهميش اتفاجأت بالوفد يروح الأربيل للتكريم فقط هو رئيس الوفد والمترجم والمدربات والمصور واللاعبات همش رئيسة اللجنة النسوية وهمش مدير الفريق وهمش وفد كامل بحالة بعدها اتفاجأت البارحة بأنه أكو دعوة لكل الوفد اللي يراحوا للسعودية أنا كنت عندي تظلم بهذا الشيء أول شيء أنا عافوني بمطار إيران لا سئلوا علي لا مخاطبات كاتحاد كاتحاد أول شيء هم أنا وياي كانت لدي دراسات برا بإيران وعندي لاعبة ويايهم أكو دراسات سووا لللاعبة خروجية أنا ما سووا الجوازي خروجية كان السبب مقصود السبب مقصود أول نقطة سترانة أبعدوها من إيران يعني شاء الله اسمها من أمر الإيفاد ما سعودية ورغم يطع العبيزة ثاني شيء تركي في مطار إيران بدون لغة بدون مأوة بدون سؤال بدون مخاطبات حتى عافتوا راحة وماذا؟ نعم ما عندي فلوس بس الموقف شون رجعت علي رأيس أكيد موقف يحسب سترانة فضليت بالمطار منها لليل وحدي لا لغة أنا ما عرف أحكي إيراني زين ولهم بالإنجليزية قوية خبرت على السائق طلعت برة على مد يرجعني نفس الفندق فتمرضت بيومها الجانب الإيراني اللي بالفندق قالوا أنت وين وفيت أنت بالنسبة لهم أنت رئيس مديرة فريق نعم 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 مدير المنتخب سيدات نعم رئيس إلا كل الصلاحيات شون يعفوش فهي تمرضت في نقلوني المستشفى بقيت يعني يومين ثلاثة أنا نفس الحال فاتفاجأت أكو أمر إداري أنا بالمنتخب كنت متابع الأمر الإداري ما تتفاجأت إن شاء الله اسمك من السعودية خلف بعد الدوام الرسمي نعم يعني بالدوام الرسمي هو هذا الكتاب موجود أحب أعرضه هذا الكتاب الأمر الإداري اللي هو 12 ستة اتفاجأت بأنه تغير اسمي موجود به اسمي موجود اسمي موجود هذا في الإيفاد مدير فريق اتفاجأت إيما خلقوا بمكانت لا أحد خلق لا يوجد مدير فريق لا لا أحد تذري ليش لأنه أنا خبرت بحر العلوم قلت لدزد التكت مات حتى أنا أسوي الحاق بيوم العمان اتفاجأت بين إن شاء الله اسمي زيان بين إن شاء الله اسمي يا عدنان درجال أنت تعرف الوفد النساء ترى معروفين أنت تعرفشني شخصيا أنا شنو شنت في الوزارة فقلوني هناك ورجع الوفد ورجعت أنا اتفاجأت لا يلين اسمي رجعت يعني بينما طلعوا العمان أنا رجعت البغداد الوحيد اللي كان وياي ناشته هو أستاذ علي جبار النائب الأول قلت لأني حانته قال لأني ما وصلني هيت حاج عنك قالوا أنت بقيت بإيران بمزاجك زيان مو بس هيتفاجأت لجنة تحقيقيا فتحت بالوزارة لأن تعرف موظفة وزارية مجلس تحقيقي علي زيان شنو السبب والله تباقية بإيران فاللي توسط لي واللي شرح الأمر اللي كان هو مدير عام أحمد الموسوي شرح له علي جبار قالت لأ ما رجع الوفد أنا اليومك أنا يتظلم جيد وأني هسا لحد الآن هاي الكتب ما تظلي تشتغل كمدير إداري إلى هاي التعهدات مع المدربات إلى تسليم راتبهم الحد أربعة عشرة معاش خمسة وعشرين قصدين الكادر التدريب الإيراني كل موجود الكادر وأني بقيت عمل الحد واحد لتلا